اشتركوا في القناة وبرضو اليوم توقعتنا ليوم السبت 25 حزيران يعني توقعتنا من يوم 25 حزيران من اليوم السبت لها السبت القادم القمر اليوم موجود في منزلة الدبران هي برج الثور لغاية ساعات المساء بعدين بدوصير في خلو مسار وانتقال لها برج الجوزاء ولكن يعتبر انه اغلب اليوم في برج الثور فعشان هيك توقعتنا رح تكون على انه في هذا البرج طبعا منزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء فيها باي شيء جديد رح يبقى منكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ستة واربع دقائق من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعديها القمر لا منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم العمليات واستخراج الاورام او الامور اللي الها علاقة باستخراج الاسحار وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد بهذا اليوم بما ان القمر موجود في برج الثور معناته ما زالت التاثيرات اللي بتأثر علينا اننا منشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار او امور الها علاقة بالعقرات اما شراء بيع استعجار تجديد وقضاء وقت ممتع بالبيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاويتين فلكيات طبعا زاويتين بطيئات الزاوية الاولى هي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري واللي تاثيراتها لغاية يوم ثلاثة سبعة اذا رغتها يوم تسعة وعشرين ستة طبعا هي هاي الزاوية بتبدد الحضوض في اي مسعى من قوم فيه يعني بمعنى اخر خلال الفترة القادم لغاية تاريخ ثلاثة سبعة ما نعتمد على الحض نهائيا بدنا نجتهد ونتعب نحصل على الشيء اما الحض فراح يكون اكيد مش موجود برضو من تأثيراته انه هذا بيجعلنا انميل للعيش او العيش دون مستوانا منبذر اموالنا مننجذب للمراحنات او المضاربات المالية وهذا الشيء ممكن يعرضنا لمشاكل مع السلطات او العدالة او خسارة لانه البورصة والاسهم بتكون غير ثابتة بالفترة هاي وهذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل بالمشاريع اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تسديس ايجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم واحد سبعة تمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا وفي مشاريعنا اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة وحدة ودقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب مننا ان نبذ الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين التن وهي رح تكون في تمام ساعة 2 و4 دقائق بعد الظهر طبعا الزوايا هي كلها تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بتعزز هاي الزاوية عندنا الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها والاخيرة طبعا لانو بعدها في خلوم مسار هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة هاي الزاوية تأثيراتها من ساعة الظهر تقريبا او ما قبل الظهر لغاية ما بعد منتصف الليل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 11 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني ان هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء خلو المسار بنتهي وباستقر الساعة 11 و 12 دقيقة مساء في برج الجوزاء عشان هي الطاقة بتبلش تتغير ففي هاي الفترة جميع الاضراج بشعروا بطاقة عالية جدا بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا اللي ما زالت هي الاكثر حساسية واللي لازم ما نعمل لها عمليات جراحية خلال هذا اليوم اذا شعرنا باي تعب او الام مراجعة الطبيب لا الها لاخد العلاج اللازم العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة ادم بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها قبل قليل هذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج الجوزاء معناة كلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء ثمانية وعشرين ستة في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا لا يستقر بعديها القمر في برج السرطان طبعا تنويه انه القلو المسار للشهر القادم صار موجود في صندوق الوصف يعني نزل واللي بدي يستخدمه او بدي يرجع له فهو مكتوب في صندوق الوصف بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم طبعا في منتصف الليل بصيره ستة وعشرين يوم نسبة الاضاءة ثمانتعش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعا منتحسة بالنسبة عشرة في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء في ساعات المساء المتأخر ورح يمكت في الجوزاء لغاية يوم ثمانية وعشرين ستة هو منتحس الآن بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة لخمسة وأربعين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة سعيد الآن هو بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بتنزل حضوضه لا 15% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد الآن هو بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لا 30% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الآن القمر بما إنه موجود في البيت الثاني هذا اليوم فهذا اليوم برضو بظل يحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم أفضل من يوم أمس وبتعالجوا استحقاق مالي اليوم أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل وتتحرك لحصد المكاسب بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء طبعا هاي أيام نشطة جدا رح تكون كثير الحركة والاتصالات والتنقلات الحوارات والنقاشات برضو هاي أيام مناسبة للي عنده مقابلة أو عنده مشروع حابب يقنع طرف ثاني فيه أو اللي عنده امتحان فترة داعمة وممتازة على جميع الأصعد حتى للتقارب العاطفي فهي ممتازة أما من ظهور يوم الثلاثاء ولغاية ويا الأربعاء ويوم الخميس القمر بيتركز في البيت الرابع اللي له علاقة في البيت والعائلة والعلاقات العائلية الترتيب والصيانة والتجارة العقارية أو مشترات أثاث أو مناسبات عائلية تطلب منك ضبط الأعصاب والهدوء أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السب فهنا الأمور رح تتركز على الأجواء العاطفية الحضوض رح تدعمك بقوة رح يكون عندك سرعة بديهة عالية الحظ بيدعمك العاطفة قوية مرغبتك بالتواصل والاتصالات مع الأحبة بتكون بأوجها حتى طريقة التعامل ما بينك وبين الأبناء بتكون مميزة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود عندكم هذا اليوم اللي هو يوم السب فثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتقدروا تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وتنطلقوا في ورشة جديدة التي تشجعوا لمواجهة واقع صعب ممكن تمارسوا إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وتنتصروا على الكثير من الاعتبارات الطاقة عالية والنشاط عالي والحيوية عالية جداً أما بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء القمر رح يكون في البيت الثاني اللي رح يخليك تركز على الأمور المالية مكاسب مالية أرباح أموال مستردة ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل الإضافي وأغلب الأموال عادة في هذا المنزل بتيجي من عمل إضافي أو مستردات لأموال لإلك بتطالب بحقوقك وبتحاول إنك تستردها أو بعض الدفعات اللي بتجيك بتكون مش متوقعها أما من ظهر يوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس القمر بصير في البيت الثالث بيت النشاط والحركة والسفر القصير الاتصالات الحوارات النقاشات الامتحانات العلاقة مع الإخوة مع الجران طبعاً هاي الطاقة عالية جداً عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع والحوار ونشط بشكل كبير في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية بشكل كبير أما بالنسبة لأيوم الجمعة ويوم السبت فالقمر رح يصير في البيت الرابع اللي إله علاقة بالبيت والعائلة والعلاقات الاجتماعية العائلية بصيانة وترتيب واهتمامات بيتية الوضع العائلي بيكون بحاجة للاهتمام منك بشكل أكبر في غدوة اليومين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً هذا اليوم ما زال التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات المساء المتأخرة من مساء يوم السبت لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا إنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هذه فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء قدر الإمكان لا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك تعتبر هاي الفترة ضاغطة بشكل كبير ما تعتمد فيها على الحظ حاول إنك تمشي هذا اليوم بشكل روتيني من ابتداء من يوم الأحد لأنه من بعد منتصف الليل ودخولنا ليوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية ظهر يوم ثلاثاء القمر بيكون موجود عندكم عشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا بشكل كبير حيويتكم بترجع لكم بتقدروا تركزوا على أموركم بتستثمروا الوقت بشكل جيد كمان بتكونوا ملفتين بشكل كبير للجنس الآخر جماليتكم حيويتكم طاقتكم عالية جدا أما من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولغاية يوم الخميس بتتركز جهودكم على الوضع المالي مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو أموال مستردة حقوق لإلو ولكن بالمقابل بتكثر الرغبة عندكم للمصاريف للبذخ بمعنى آخر فبتكون تحتاطوا من المصاريف لزيادة وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيعة أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت طبعا القمر بيصير في البيت الثالث وهو بيت الحركة والنشاط والتواصل والاتصالات والتنقلات والسفريات القصيرة وأيضا له علاقة بالامتحانات اللي عنده بيشتغلوا في مجال التسويق أو التجارة المحلية هدولا بيستفيدوا بشكل كبير في خلال هدولا اليومين بيقدروا يتواصلوا مع أي شخص ويقنعوا أي شخص بوجهة نظرهم حتى تعاطوا في الغير مثل الإخوة أو الجيران بيكون معهم عالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم القمر في بيت الأصدقاء ولكن الطاقة عندهم بلشت تنزل لأن القمر صار يقترب لبيت المتاعب فاليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم شيء أنه حاولوا أنكم ما تبقوا وحيدين لأن الظروف اليوم واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتكم بتفرحوا بدعم جهة ما الأجواء جيدة وبالدل على لقاءات وتعاون متبادل أما ابتداء من يوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء بردو حاولوا قدر الإمكان أنه ما تتخذوا قرارات حاسمة واللي بيوعدكم بشيء ممكن ما يوفي بوعده في خلال هاي الأيام أما من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس الأجواء رح تتغير لصالحكم وتبدأوا مرحلة جديدة لأن القمر بيصير واصل لعندكم فعشان هيك بيمنحكم طاقة ونشاط اللي تعودوا الأيام اللي راحت وبتصير بداية جديدة لمرحلة جديدة مرح تتفاجعوا من كم النشاط والحيوية الموجود في منكو رح يهتم بأمور شخصية أو تجميلية في هاي الأيام أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت فهنا التركيز كله على الأمور المالية فممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل قد تديروا بالك على أموالكم من السرقة أو الضياع وفي نفس اللحظة من التبذير فعشان هيك خلوا حساباتكم دقيقة ويعرفوا كيف تستثمروا هذه الأيام برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت السمعة البيت العاشر فهذا يوم اللي هو اليوم السبت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء ما تتدمروا من كثرة الأعباء والضغوط الضغوط بهذه الفترة بتكون كبيرة ولكنها فترة مهمة حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وبدك تسيطر على عصابك حتى لو شعرت بالانزعاج وبالمقابل حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخلف القوانين لأنه هذا بيت السمعة أما يوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء القمر بيصير في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فرح تنشطوا بشكل كبير في المجالات الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أو يكون حتى ممكن أنك تلتقي بأصدقاءك إلك فترة ما لتقيت فيهم فجأة يظهروا على الساحة أهم شيء أنك تستفيد من معارفك لإنجاز بعض الأعمال المهمة لا إلك أما من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعة ويوم الخميس طبعا هدول الأيام تعتبر من أكثر الأيام ضغطا فبتقدروا بالك لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب وهذا الإشي اللي رح يضغطكم بشكل كبير رح تلاقي أن طاقتك ضعيفة صحتك شوي متقلبة الأمور مش ماشي معك بالشكل اللي أنت بدكية ممكن أشخاص تطلع من حياتك بهاي الأيام وبرضو ممكن أشخاص يوعدوك بأشياء ما يوفو فيها ممكن تهتم بالأمور الصحية صحتك أو صحة أحد الأحباء أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت فبتتعوضوا الأمور لأنه هنا القمر بصير وصل لعندكم فعشان هيك بمنحكم طاقة ونشاط وحيوية وسرعة بديها وحتى بتكونوا ملفتين للجنس الآخر بهاي الأيام عاطفة حضوض طاقتكم ممتازة فهاي أيام مميزة وبداية مرحلة جديدة لأسبوع قادم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم القمر كمان موجود في البيت التاسع لآخر يوم فعشان هيك اليوم من السبت بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر أو الاتصالات أو الحوارات أو التعامل مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عندكم عالية بشكل كبير وبتعودوا للامساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا اليوم بخبر أو تجاوب أحباكم أو أحد الجهات معاكم وبرضو بتحمل لبعض موليد برج العذراء سفر محتمل أما بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية تظهر يوم الثلاثاء القمر بصير في البيت العاشر اللي هو بيعزز علاقاتكم مع المسؤولين وهي فترة جيدة لتقديم طلبات العمل أو التقديم لعمل جديد أو الاهتمام بمؤسساتكم ووظائفكم فهذه الأيام حاول أنك ما تتغيب عن عملك تنجز أعمالك بالكامل بدون تقصير وعشان تحصل على تكريم لأنه عكس ذلك ممكن يجيك انذار أو لتنظر أو يصير معك مشاكل ما بينك وبين الرؤسات من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء والخميس القمر بصير موجود في البيت 11 اللي هو بيت العلاقات الاجتماعية فهنا بتنشطوا بالعلاقات الاجتماعية ما بينكم وبين أصدقائكم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة وبتسعدوا من تعاون بعض الأصدقاء معكم أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت فهدولة يومين ضعيفات جدا لأنه القمر بصير موجود في بيت المتاعب وهنا بدك تركز بشكل جيد على طاقتك لأنه طاقتك بتصير ضعيفة وصحتك بتصير متقلبة فبعض موليد برج العذراء ممكن يشعروا بالتعب اللي يوصلهم لمراجعة طبيب أو لا التزام الفراش فبتكن تنتبهوا على راحتكم على صحتكم على غذائكم حاولوا برضو في هاي العيام ما تتخذوا قرارات فيصلية أو حاسمة لأنه القمر في بيت المتاعب بيت التفشيل أو بيت التعطيل أو بيت التأخير بتقدر تسميه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم السبت القمر صار موجود في البيت الثامن ولآخر يوم بعطي هذا اليوم فرص لمكسب مالي إلها صلاة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية بتكون تسارعوا لتهديئة الخواطر والأجواء وترتيب الأوضاع ممكن اليوم أنك تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم إشي أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها بعضكم رح ينشغل بمعاملات أو أوراق رسمية أما بالنسبة ليوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء فيعتبر هذا اليوم أهاي الأيام من أقوى الأيام لأنه القمر رح يصير في البيت التاسع بيت السفر لبعيد العلاقة مع الأجانب الامتحانات القضايا القضائية الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة فترة قوية جدا حتى على مستوى الدراسي أو البدء بدورة دراسية من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس طبعا القمر بيصير موجود في بيت السمعة بيت العاشر هذه الأيام مناسبة لتقديم طلبات عمل أو توظيف أو علاقة مع المسؤولين وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بتقدر تلفت نظر المسؤولين عنك بإنجاز بعض الأعمال المهمة اللي ممكن يصير لك تكريم أو ترفيع في خلال هاي الأيام أهم شيء أنك تبعد عن أي شيء بيشوه السمعة يبعد عن المغامرات عن المجازفات عن سوء التفاهم أما بالنسبة يوم الجمعة ويوم السبت فالقمر بيصير في البيت 11 وانا نشاطات اجتماعية عالية جدا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أو تجاوب الأحبة معاكم رح يكون فيه نشاط اجتماعي تقدر تستثمر وتستفيد منه لإنجاز كثير من الأمور يعني زي واسطة أو دفعة أو دعم بالنسبة لإلك برج العقرب بالنسبة بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم السبت القمر موجود برضو مقابلكم لآخر يوم فعشان هيك هذا اليوم بينقسم لشقين الشق الأول أنه هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو شراكات العاطفة وعلاقتكم بالأزواج أهم شي أنه اليوم من الشق الثاني أنك تتجنب الإنفعالات اللي بتخفيه عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحضرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والقصم بهذا اليوم قوي وشرس مضي هذا اليوم على خير وحافظ على طاقلك وإنجازاتك أما بالنسبة اليوم الأحد ويوم الاثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير في بيت الأموال المشتركة هاي الأيام اللي ممكن تحصل على بعض الأموال من بنك من ضريبة من تأمين من قرب تحل ديون قديمة أو حتى من أموال الشريك أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بميراث وهاي الأجواء داعمة لكل هاي الأمور اللي ممكن تستثمرها وتحصل على مكاسب من خلالها أو الطالب بحقوق لا إلك ممكن في خلال هاي الأيام لبعض موليد العقرب يظهر شيء كان خفي في الأيام الماضية أو قصة قديمة أو موضوع قديم يظهر على الساحة وتكتشف أشياء جديدة من خلاله أما من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس فهنا النشاط عالي جدا 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 لدرجة أن في هاي الأيام أنت ما رح تهدأ من كثرة الاتصالات النشاط الدراسة امتحانات سفريات أو حتى علاقة مع الأجانب جيدة هاي الفترة للترويج لعمل أو سفر أو أوراق هجرة أو حتى معاملات أو حتى القضايا القضائية كلها هاي الأيام الثلاثة ممتازة جدا فعشان هيك تستغلها بشكل ممتاز عشان تحصن المتائج ممتازة أما بالنسبة لأيوم الجمعة ويوم السبت فهنا هذه الأيام مناسبة لتقديم طلبات العمل أو البحث عن عمل جديد أو تعزيز علاقتك بالمسؤولين فترة ممتازة وداعمة ولكن يعتبر هذا اليوم أو هذه الأيام أو هذا البيت هي بيت السمعة اللي فيه يا إما تنشهر يا إما تكرم يا إما تحصل على ترفيع أو ترقية أو ممكن أنك أنت تبهدل حالك بمعنى آخر تخالف القوانين أو تجازف وتشوه سمعتك فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وتستغل هاي الأيام لترفيعات والترقيات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا مراحل القمر بالمقابلة اليوم السبت والقمر في البيت السادس رغم تراكم العمل فإنكم عندكم قدرة عالية على إنجاز حصة الأسد منه تقدر تنظم جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة أهم شيء إنكم ما تلتهوا ومن المستحسن إنكم تبدأوا عملكم بشكل باكر يعني إذا أردت النتائج مرضية فترى مثمرة وسعيدة بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة أما بالنسبة ليوم الأحد ولغاية ظهر يوم الثلاثاء فالقمر موجود مقابلك تماما وهون بدك تدير بالك لأنه هنا ممكن تعزز شراكاتك شراكات العمل العاطفي علاقة الأزواج مع بعض مصالحة تتراجع عن قرار سابق تعزز العلاقات تتفقوا على خطة على عمل معين مع بعض فأيام هذا تعتبر ممتازة لهاي الأمور ولكن بدك تبعد عن المشاكل وتحافظ على طاقتك تحاول أنك تنتبه أن طاقتك ضعيفة فهاي فترة بتشعر فيها بالإرهاق ممكن بعض التواعقات الصحية لبعض موليد برج القوس أو ممكن برضو الاستفزاز فضبط العصاب وما تتجار مع أي واحد بده يستفزك لأنه أنت الحلقة الأضعف في هاي الفترة من ظهر يوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس القمر موجود بصير في البيت الثامن فهاي فترة بتركز كل جهودك على الأمور المالية اللي ما يمكن من خلالها تحصل على مكاسب مالية اللي بتيجي من تعويض أو استرداد أموال أو إلك حقوق بتحصلها أو فواتير بتحاول أنك ترتبها أو تنهي مسألة مالية كانت صعبة بالفترة الماضية ممكن تطالب بحقوق لإلك أموال كانت معدومة مثلا وصعب أنك تحصلها في الأيام هاي لو طالبت فيها ممكن يكون فيها بشائر خير جيدة بعضكم ممكن يهتم بصحة أحد الأحبة أو الأقارب أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت فهاي أيام طاقة عالية جدا ما بين السفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع الأجانب الأوراق القانونية والمعاملات وأمور القضايا القضائية حتى علاقاتكم مع الأحبة بداية دورة أو دراسة أو امتحان الفترة ممتازة جدا وبتدعمك بشكل كبير على كل شيء ذكرنا فعشان هيك نهاية أسبوع رح تكون ممتازة جدا جدا ممكن لو بداولك ممكن تعوض كل إرهاق الأسبوع ولكن في اليومين هدولة بتعوض كل شيء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم السبت القمر ما زال موجود في البيت الخامس وهذا بيت الحضود والعاطفة ولكن ما تبالغوا بحضودكم اليوم ترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية معينة أهم شأنكم ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لا أحباكم ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة ليوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية ظهر يوم ثلثاء القمر بصير في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدك تنتبه لعملك تنجز أعمالك حاول أنك ما تحمل عملين في نفس الوقت الفترة راح تكون مرهقة عندك كثير من الالتزامات والأعمال اللي لازم تتممها وتنجزها أهم شيء في هاي الأيام ما تدخل بأي خلاف أو جدال ما بينك وبينزو ملايك بالعمل وبرضو بالمقابل ما ترهق جسدك لأنه صحتك إلا عليك حق حافظ على صحتك وعلى غذائك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك من ظهر يوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس الأجواء بتصير جيدة على مستوى الشراكة وتعزيز العلاقة مع الشركاء أو للمصالحة والتقرب من الشريك المال شريك العاطفة أو العمل المشترك أو ترتيب وضع معين بناسب الأطرفين للمصالحة برضو فترة ممتازة ولكن بيكون تحذروا أنه في هدول الأيام القمر بيكون موجود مقابلك تماما فطاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك سهل استبزازك وشاء سهل جدا أنك تشعر بوسواس التعب والإرهاق الجسدي ابعد عن المشاكل قدر الإمكان حتى لو مين ما كان استفزك لأنه أنت الحلقة الأضعف وهنا رح تتسجل عليك النقاط مش لا إلك بالنسبة يوم الجمعة ويوم السبت طبعا القمر هنا بيصير في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة فهنا ممكن تحصل على بعض الأموال من قرض من دعم من أموال لا إلك بتستردها أو حتى لأمور مطالبة بحق إلى القديم أو حتى قرض ميراث مثلا الأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن ممكن تهتم في هذول اليومين بصحة أحد أفراد العائلة أو حتى بعض الأمور العلاجية برج برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا كمان اليوم اللي هو السبت البيت القمر ما زال موجود في البيت الرابع فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن اليوم تنشغله بمسائل عائلية أهم شي إنكم تحذروا الخلافات وما الضخم الأمور شوي بتبدو اليوم أنتو عندكو هيك مرهفين الإحساس متوترين بسبب قلق ما بعض موليد برج الدلو ممكن يهتموا بمسألة لها علاقة بالسفر إما لهم أو عليهم يعني يا ناس بتجيهم أو هما بدون مسافروا وبرضو في نوع من أنواع الإرتباط وبدكو تنتبهوا من أمور الهلاقة بالصحة لكم أو لأحد أفراد العائلة بالنسبة ليوم الأحد ويوم الأثنين ولغاية ظهر يوم الثلاثاء هنا الطاقة عالية جدا وقوية جدا والحظوظ بتدعمكم بشكل كبير رح تجد إنو حيويتك ممتازة الحظ بساندك ممكن تهتم بمسائل الهلاقة بالتجميل بالترفيه عن النفس ممارسة هواية التقارب من الأبناء ومن أحد الوالدين الأجواء جيدة على كل المستويات والحظوظ بتدعمك حتى الحظوظ العاطفية ممتازة جدا من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس هنا شوي بتبدأ الأمور تتراجع لأنه القمر بصير في البيت السادس فالتركيز بصير إلو علاقة بالعمل والصحة وعلاقتكم مع زملائكم بالعمل وأمور استشبائية ممكن أدوية مراجعة الطبيب الشعور بوعك صحية الاستفسارات الطبية معلومات شغلات من هذا القبيل الأهم تبعد عن أي مشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو حتى أشياء لها علاقة بالصحة بالنسبة يوم الجمعة ويوم السبت فهدول اليومين القمر بصير مقابلك تماما وهنا بدك تنتبه بشكل كبير لأنه بتعزز علاقتك بشريكتك أو بشريكك الزوج الزوجي المصالحة تقارب تفاهم التواصل اتفاق على شيء معين ولكن الطاقة عندك ضعيفة سهل جدا استفزازك وسهل جدا أنك تدخل بخلاف أو نقاش أو حوار حد وتكون أنت الحلقة الأضعف وأنت اللي تتحمل اللوم أو الخسائر فابعد عن المشاكل قدر الإمكان وابعد عن الوسواس برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم برضو النشاط عالي جدا القمر موجود في البيت الثالث فرح تنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وهذه فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون الكنوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن تحفظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة تحصنوا نفسكم بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتكم مهمة وبتمتعوا بسرعة خاطر وسرعة بديهة وقوة الأفكار والأعذار وتتمتعوا بنشاط عالي جدا وحماسة عالي جدا حتى على المستوى العاطفي لأجواء ممتاز أما من يوم الأحد ولغاية ظهر يوم الثلاثاء فهنا الأجواء رح تركز على أحداث العلاقة بالبيت والعائلة التقارب العائلي أو مناسبة أو عودة بعض الأشخاص لأرض الوطن أو حتى حل مسائل عائلية في منك رح يتم بالأمور العقارية زي بيع استئجار أو شراء أو صيانة أو حتى أثاث فالنشاط اللي إله علاقة بالبيت بكل الاتجاهات بخلال هاي اليومين ونص دعم بشكل قوي من ظهر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس فتعتبر هاي أقوى الأيام خلال هذا الشهر لأن القمر هنا بصير في البيت الخامس اللي بيدعمك على مستوى العاطفي علاقتك الأحبة تقارب العاطفي الحميمية حتى الأمور اللي إله علاقة بالتجميل إله علاقة بالأبناء بالهوايات بالترفيه يعني بكل المجالات الحظ حريف لا إلك وداعم لا إلك طاقة ممتازة لازم تستثمرها الاستفادة من هاي الأيام بالنسبة لأيوم الجمعة ويوم السبت هو أن القمر بتحرك لدرجة للمقابل يعني بصير بدرجات المقابلة والبيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في خلال هذا اليوم ولكن رح تجد أن الأعمال ما بتنتهي وممكن تعمل وقت إضافي أو تجد أنه كثير من الأعمال أوكلت لإلك فهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرهاق عشان هيك نظم وقتك نظم أعمالك عشان تعرف تنجزها بالكامل خلي علاقتك بزملائك بالعمل ممتازة جدا التقارب ما بينكم ممتاز ابعد عن المشاكل أنا بدك تركز على بعض الأمور إذا شعرت بشيء غير اعتيادي صحيا راجع طبيبك انتبه لأدويتك في منك رح يراجع الطبيب لصرف أدوية أو تجديد أدوية أو لإجراء بعض الفحوصات الطبية هيك نكون انتهينا من لمحتنا لها الأسبوع القادم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رحاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر